السلام عليكم وأهلا بيكم في فيديو جديد في أغسطس 1996 صاحب بيت في كاليفورنيا اكتشف حاجة خطيرة مدفونة في حضيقة البيت الخلفية الحاجة اللي لقاها كان وراها قصة في منتهى البشعة وعشان نعرف إيه اللي كان مدفون في حضيقة البيت خلينا نبدأ في قضية النهاردة بتدور أحداث القصة في مدينة ليتل روك بكاليفورنيا مدينة جميلة وسكانها قليلين ومكان مناسب لأي حد عايز يعيش حياة هدية ولكن في أغسطس 1996 الشرطة جالها بلاغ من صاحب بيت بقاله حوالي خمس ستة شهر بس مشتري البيت الراجل ده قرر إن هو ينظف الجنينة الخلفية للبيت الجديد بتاعه فكان بيشيل أخصان الشجر النشفة اللي وقع على الأرض وبعد ما شالهم وهو واقف في الحتة دي حاس إن الأرض تحته بتتحرك فقرر إن هو يشيل وينظف التراب اللي على الأرض في الحتة دي فاكتشف إن ده زي ما يكون كده غطى معدن فشاله واتضح إن تحته حفرة الحفرة دي كانت مستطيلة وعمقها حوالي 180 سنتيمتر وفي الحفرة كان فيه حاجة ملفوفة يطرى دي بقايا مخلفات مثلا ولا حد مخبي حاجة مهمة جو الحفرة المهم الراجل ده كان عنده فضول قوي جدا يعرف إيه اللي جوه اللفة دي فمن غير ما يتردد ثانية نط جوه الحفرة وطلع اللفة دي برا الحفرة وبعد كده الراجل بدأ يفك اللفة ولما فتحها لقى جواها جمجومة بشرية فالراجل اتفزع واسابها وجير بسرعة يكلم الشرطة المحقق جو مارتينز راح البيت عند الراجل ده وشاف الجمجومة وفتح يشوف باقي اللي موجود جوه اللفة فلقى رفات جسم بشري فدلوقت المحقق كان عايز يعرف هوية الضحية اللي لقوها وايه اللي حصل بالزبط ليها فطلب المساعدة من خبراء التحليل الجنائي وطلبوا ان هم يجوا البيت ويعينوا مصرح الجريمة وبالفعل الدكتورة دي برا واحدة من أحسن الدكاترة في مجالها جات علشان تعين المكان وبدأت تفحص الرفات علشان تعرف ايه ممكن يكون حصل في الساعات الأخيرة للضحية فالتحليل المبدئي ان الضحية بقالها مدفونة على الاقل سنة من بعد الوفاة وبعد فحص الجنجومة قالت ان الضحية للأسف ماتت موتة شنيعة لان كان فيه زي سقب او فتحة في الجنجومة وده معناه ان فيه حد خبطها على رأسها بحاجة قيلة زي مثلا شاكوش وده كان سبب الوفاة بس السؤال هنا مين الضحية دي وليه وازاي انتهى بها الأمر في الحفرة دي المهم في الوقت ده كانوا لسه ما يعرفوش هوية الضحية او عمرها او النوع ان كان راجل او ست بعد كده المحاقيين لحظوا ان كان فيه مصورة صرف صحي طلع من الحفرة فاتضح ان هو خزان صرف صحي يعني المجرم ما اكتفاش بجريمته البشعة ولكن اختار مكان بشع يحط فيه الضحية ومش معنى انك طلعت جثة من الحفرة ان ما يكونش فيه حاجة تانية جو الحفرة لان خبيرة التحليل الجنائي نزلت الحفرة علشان تعينها فلاقيت كيس بلاستيك مربوط بسلك ولقوا طاقم اسنان ولقوا حاجة كده هما مش عارفين دي ايه بالزبط زي اداو ليها عجلتين صغيرين زي السندات بتوع عجل الاطفال وكان ليها حزام جلد وفي الوقت ده شكوا ان دي ممكن تكون مثلا سلاح الجريمة ولو هي كده فعلا هتكون دليل مهم وقوي في القضية ولكن المفاجأة انهم لقوا عظام لقفة صدري حجمه صغير فادركوا ان الحفرة مش فيها جثة واحدة ولكن فيها جثتين ولان الضلوع كانت حجمها صغير فالتخمين المبدئي ممكن يكون لجسم طفل بس لسه محدش يعرف لان العظام لسه ما تبعتتش للتحليل الجنائي في المختبر فدلوقت المحاقيين بقوا محترين اكتر من الاول هل ممكن مثلا تكون دي امه وطفلها او ابه وابنه ولو الموضوع كده مين ممكن يكون وراء الجريمة الباشعة دي المهم بعتوا العظام للتحليل الجنائي في المعامل المتخصصة فنتيجة التحليل الجنائي بعد الفحص طلعت واتضح ان الضحية الاولى هي لسيدة فوق 35 سنة وطلع حوالي 155 او اطول من كده ولونها ابيض وكان كمان في شعر عالق في البطنية اللي كانت ملفوفة بيها والشعر ده كان لونه بني محمر وقالوا انها اتوفت من حوالي 3 سنين وانها قبل الوفاء اتضربت على اقل تقدير مرتين على الراس فالمحاقيين خمنوا ان ممكن يكون اللي عمل كده فيها حد يكون يعرف الضحية معرفة شخصية والمفاجأة بقى ان العظام بتاعة الجسة التانية اللي لقوها بعد ما حللوها في المختبر اكتشفوا انها مش جس الطفل انما جسة كلب فواضح ان الست اللي كانت في الحفرة هي صاحبة الكلب والتنين ماتوا في نفس الوقت واكتشفوا ان كمان الكلب مات بطريقة مأساوية تمام زي صاحبته لان المجرم حط كيس بلاستيك على راس الكلب ولف سلك حوالين رقبته لغاية ما مات وكان كمان مخبوط على راسه السؤال هنا هو الكلب عملك ايه علشان تعمل فيه كده هو كمان طب ايه حكاية السندات ومعجلتين اللي لقوها معاهم في الحفرة وهل هي اداة الجريمة فعلا؟ المهم المحاقيين طلبوا المساعدة من خبير جنائي متخصص في تحليل الحيوانات علشان يعاين رفات الكلب فعرفوا نوع وفصيلة الكلب وان الكلب كان عنده شلل وان الاداة اللي هم لقوها كانت علشان تساعد الكلب المسكين على ان هو يعرف يمشي وفي الحقيقة ده كان اهم اكتشاف في القضية لان كلب زي ده هيبقى شكله مميز قوي يعني الناس ممكن تفتكروا بسهولة المهم المحاقيين سألوا الجيران بس العجيب ان هم افتكروا الكلب بس ما افتكروش صحبته فالمحاقيين قرروا ان هم يروحوا ويلفوا على كل الدكاترة البيطاريين على نطاق 10 ميل حوالين المكان وبعد لف كتير وصلوا المكان اسمه انيمال كير هوسبيتال وتكلموا مع الدكتورة اللي هناك وسألوها هل تفتكري واحدة كان عندها كلب مشلول نوعه كذا كذا فقالت ايوة كان فيه كلب عنده مشكلة في الفقرات ومشكلة في الرجلين اللي في الخلف وفي عمود الفقري وكان بيستخدم سندات وطلعت المستند اللي عندها وقالت على اسم صاحبة الكلب وهي باربرا ويستون واخيرا المحاقيين بقى عندهم اسم وبدأوا يتحروا عن باربرا فاكتشفوا ان هي مختفية واولادها بقى لهم 3 سنين محدش يعرف عنها اي حاجة او عن ولي الكلب بتاعها وقالوا انها كانت مسافرة اوكلهوما ومن ساعتها محدش سمع عنها اي حاجة باربرا وقت ما اختفت كان عندها 51 سنة وكان عندها اربع اولاد وبنتها قالت ان مامتها كانت عايزة تسيب كاليفورنيا وتستقر في اوكلهوما بس من ساعة ما سفرت ما سمعناش عنها اي خبر المشكلة انهم لما بلغوا عن اختفاءها من 3 سنين وما كانش فيه اي خيط او اي خبر عنها في خلال السنة الشرطة اعتقدت ان ممكن تكون مامتهم يعني لسبب ما كانت عايزة تبدأ حياة جديدة بعيدة عنهم ومش عايزة اي حد فيهم يوصلها ويلاقيها فاولادها سلموا بالامر الواقع وما حاولوش ان هم يعني مثلا يضغطوا على المحاقيين علشان يعرفوا هي راحت فين وده لانهم ما كانوش يتخيلوا ان يكون في حد مثلا عايز يقذي مامتهم بس في نفس الوقت ما كانوش برضو مصدقين ان مامتهم تسيبهم كده فجأة ومن غير اي سبب وتمشي المهم المحاقيين كانوا عايزين يتأكدوا تمام ان باربرا هي فعلا الضحية اللي بيدوروا عليها فلو تفتكروا ان كان فيه في الحفرة طاقم اسنان مع الحاجات اللي هم لقوها فهم اخدوا طاقم الاسنان ده وراحوا لدكتور السنان بتاعها وقرنوا الاشعة اللي في ملف باربرا مع طاقم الاسنان اللي هم لقوه فتأكدوا تماما بالدليل القاطع ان الضحية اللي كانت في الحفرة هي باربرا ويستن طبعا اولادها لما عرفوا الخبر ما كانوش مصدقين اللي حصل لمامتهم مين ممكن يكون عايز يقذي مامتهم او حتى الكلب بتاعها وقالوا ان مامتهم كانت شخصية لطيفة ومحبة للحياة ولكن لما بقت جدة شخصيتها اتغيرت شوية المهم المحاقيين ما كانش عندهم في الوقت ده اي شك في المالك الجديد للبيت اللي لقوا فيه الجسس لانهم كان بقالهم يعني خمس ستة شهور بس في البيت وزي ما قولنا ان الجسس كان بقالها حوالي تلات سنين فاستحال ان هم يكون ليهم اي علاقة باللي حصل فالمحاقيين بدأوا الاول يفتشوا في حياة باربرا على عمل ان هم يوصلوا لللي عمل فيها كده لان اغلب الظن ان حد قريب جدا منها فبنتها قالت ان مامتها كانت اختياراتها في الرجالة اللي بترتبط بيهم مش احسن حاجة وحكت قصة مامتها من البداية فقالت انها اتجوزت وجابت الاربع اطفال وبعد ما زوجها توفى اتجوزت تاني وعاشت معاها هي واولادها ولكن كان فيه مشاكل وخلافات كتيرة ما بينهم لدرجة ان الشرطة كانت بتيجي كتير جدا عندهم البيت علشان تفك الخناقات اللي ما بينهم والصوت العالي وقالت ان الجوازة دي يعني دامت اربع سنين بس فهل ممكن مثلا يكون زوجها السابق هو المسؤول عن اللي حصل المهم المحاقين بعد ما تحروا عن الموضوع وعن زوجها السابق عارفوا ان هم يعني انفصلوا عن بعض من اكتر من عشر سنين فالمحاقين استبعدوا ان يكون هو المسؤول عن اللي حصل ولكن عارفوا ان كان فيه واحد تاني في حياة باربرا اسمه ستيفن سوايم باربرا وستيفن اتعرفوا على بعض في بار واصبح ستيفن البويفرند بتاعها والاتنين كانوا بيشربوا كتير جدا طبعا ما هم متعرفين من بار فلازم يشربوا كتير المهم الاتنين دول كانوا بيتخنقوا كتير جدا لغاية ما في يوم باربرا ما عادتش تتحمل وكانت عايزة تطردوا برا البيت فهل يا ترى ستيفن هو المسؤول عن اللي حصل لباربرا المهم المحاقين قالوا ان لو فيه اي حاجة تربط ستيفن بالبيت اللي هم لقوا فيه الجسس يبقى اكيد هو اللي مسؤول عن اللي حصل فالمحاقين استجوبوا المالك الجديد للبيت وسألوه مين اللي بعلك البيت اللي هو المالك القديم فقال عائلة ملينا فراحوا يستجوبوهم فهم ما كانش عندهم اي فكرة تماما عن موضوع الجسة اللي الشرطة لقيتها في بيتهم القديم ولكن اثناء الاستجواب عرفوا ان مرات صاحب البيت ليها ابن من زوجها السابق ويطرى يطلع مين طلع ستيفن سوايم البويفرند بتاع باربرا المهم هي قالت ان ابنها كان عايش من حوالي 3 سنين في مقطورة في جنينة البيت الخلفية مقطورة دي اللي هي زي بيت متنقل يعني ناس بتعيش فيه وكمان اتضح انها تعرف باربرا لانها الجرل فرند بتاعت ستيفن وقالت انها احيانا كانت بتيجي تقعد معاه في المقطورة وقالت ان اخر مرة شافتها فيها كان يوم او اتنين قبل ما ابنها يقول لها انها رجعت تعيش في اوكلهوما فواضح ان ستيفن كان اخر واحد يشوف باربرا قبل ما تموت واصبح ستيفن هو المشتبه الرئيسي في القضية بس هل هو فعلا المسؤول عن اللي حصل ولا لا المهم المحاقين دوروا على ستيفن لغاية معرفوا مكانه وراحوا عنده البيت فمحاقين كانوا فاكرين ان هو اول ما هيشوفهم هيفهم هما جايين ليه وهيهرب او هيقاوم ولكن العجيب ان ستيفن كان هادي جدا ومتعاون وراح معاهم على القصب بكل هدوء وكان واضح ان هو ما عندوش اي فكرة هو مقبوض عليه ليه او ان هو مشتبه فيه في قضية قتل المهم المحاقق بدأ يسأله عن ان كان هو متجوز او ان هو له جرل فريند فهو قاعد يتكلم لغاية ما قال اسم باربرا بس ما تكلمش عنها كتير وتوه في الكلام فالمحاقق رجع سأله وقال له كلمني شوية عن باربرا فقال انها كانت ستة كويسة جدا بس كانت بتشرب كتير وكانت عنيفة وخصوصا لما بتشرب وقال ان هما كانوا يحبوا بعض جدا بس علاقتهم ما كانتش مستقرة وقال ان علاقتهم كانت يعني زي الكابريت والجاز وعلى طول كان فيه خلافات وخناقات ما بينهم وقال ان في يوم اتخنقوا مع بعض ولما رجع من الشغل ملقهاش وحاجتها وهدمها كلها ما كانتش موجودة في المكان فاعتقد ان هي يعني روحت او رجعت تاني اوكلهوما لان هي اصلا من هناك بس المحاققين كان عندهم احساس ان ستيفن مش بيقول الحقيقة فالمحاقق قاله بس الكلام اللي انت بتقوله ده ما حصلش لاننا لقينا باربرا فاستيفن لما سمع الكلام ده وشه تغير جدا وقال للمحاقق ان هو يعني مش قادر ينسى اللي حصل في اليوم ده وانه يا دوبك بدأ يعرف ينام تاني بالليل وقال ان هو ما حكاش ابدا لحد عن اللي حصل في الليلة دي وبدأ يحكي اللي حصل بالزبط من ثلاث سنين في الليلة دي فقال ان في الليلة دي باربرا كانت متعصبة جدا فقرر ان هو يروح يشتريلها بيرة فلما رجع بالحاجة وباربرا شافت نوع البيرة اللي هو اشتراها جن جنونها وانفجرت فيه وقعدت تقوله ليه انت اشتريت بيرة رخيصة كده ومفروض ان انت تشتري حاجة كويسة ايه اللي انت شريدة وقامت خناءة كبيرة ما بينهم واثناء الخناءة باربرا زقته او يعني خبطته فستيفن تعصب عليها والموضوع ده دايق جدا فاخد اللي هو المسن بتاع السككين وخبطها على رأسها فوقعت على الكلب فالكلب قعد ينبح يعني يهوهو يعني فراح جاب المفك وخبط الكلب على رأسه هو كمان ولما شاف ان باربرا خلاص ماتت والكلب لسه عمال يعني ينبح او يهوهو فخبط الكلب تاني وبعد كده حط كيس بلاستيك على رأس الكلب ولف سلك حوالين رأبته لحد ما الكلب ما مات بعد كده لف باربرا في بطنية ورماهم هما الاتنين في خزان الصرف الصحي وبكده بعد اسبوعين بس من اكتشاف جثة باربرا الشرطة عرفت توصل للمجرم وتم القبض عليه وبعد كده اتحكم عليه بالسجن بتهمة الاتل من الدرجة التانية فاتحكم عليه بالسجن ماذا الحياة مع امكانية الافراج المشروط بعد 16 سنة مش عارفة ليه هي تهمة الاتل من الدرجة التانية يمكن مثلا عشان كانت تساعد غضب يعني فهو اتعصب عليها يعني هي مش قتل من الدرجة الاولى لان هو ما كانش مخطط ان هو يقتلها فاحتمال يكون هو ده السبب يعني الخلاف هنا كان على ازازة البيرة بس ما اعتقدش ان هي السبب على قد ما هي يعني زي ما تقوله كده القشة التي قسمت زهر البعير المهم ما تنسوش تقوله رأيكم ايه في القضية واشوفكم الفيديو الجاي على خير ما السلامة